منرحب بحضراتكم مرة تانية زي ما كنا منتكلم معكم في بداية حلقتنا النهاردة عن التنمية اللي حصلت في قرى وفي محافظات صعيد مصر بشكل عام من أهم ملفات التنمية ومن أهم القطاعات اللي شاهدت التنمية كبيرة جدا في صعيد مصر هي الطرق والكباري الحقيقة أنه الطرق والكباري دي يعني تعتبر هي شرايين التنمية في كافة المحافظات تحديدا في مناطق الصعيد عشان أهميتها إن كان في تسهيل أعمال التبادل التجاري بين المحافظات وده طبعا بيساعد في فتح أفاق جديدة للتنمية أيضا كمان حل مشاكل المواصلات والاختناقات المرورية اللي كان بيعاني منها المواطنين السنين اللي فاتت ده غير كمان السلامة يا شهد بكل تأكيد وهنا مش هنتكلم عن الطرق اللي بتربط المحافظات بس كمان الطرق الداخلية داخل كل محافظ ده مهم جدا الطرق دولة نجحت فيها أو في تنفذها خلال السنين اللي فاتت في مناطق الصعيد بتساعد بشكل كبير على رفع معيشة المواطنين وبتختصر كمان الوقت اللي كانوا بيقطعوه خلال رحلات السفر اللي كانوا بيقوموا به عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن حصاد وإنجازات تطوير قطاع الطرق في الصعيد وأهميتها كمان في رفع مستوى معيشة المواطنين هنعرف كل هذه الأمور في فقرتنا اللي منورنا فيها طبعا الدكتور محمد الصادق عوف أستاذ النقل والطرق ومدير مركز الاستشارات الهندسية بهندسة المطرية جمعة حلوان صبع الخير عليك يا دكتور صبع الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين يا أهلا بيك في البداية عايزين نعرف منك أهمية هذه المشروعات الناس بقوا بيقولوا أنتوا فيه تركيز كبير جدا من الدولة على الطرق والكباري فقط طيب أهمية الطرق والكباري إيه؟ طبعا مشروعات الطرق والكباري ومحاور النيل هي في منتهى الأهمية منذ تولي السادة الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية هو أعطى اهتمام كبير بمشروعات البنية الأساسية وأهمها الطرق أولا الدولة علشان يتعملها بنية أساسية وطرق لازم هتتكلف تكلفة كبيرة ولكن هذه التكلفة هتكون عامل أساسي لجذب استثمارات جديدة سواء كانت مصرية أو عربية أو أجنبية طبعا تولي السادة الرئيس المسؤولية في 2014 عقب أحداث سياسية وأمنية صعبة كان لابد يدي كل الاهتمام للبنية الأساسية في محاولة لجذب استثمارات تساعد الاقتصاد القومي وتعوض بعض المستثمرين اللي كانوا على واشك يسيبوا البلد بعد هذه الأحداث فطبعا المشروع القومي للطرق اللي بدأنا بيه 2014 أنشأنا أكتر من 7000 كيلو عملنا إعادة تاهيل ورفع كفاءة لعدد آخر من الطرق لا يقل عن نفس الأطوال النهاردة البنية الأساسية بتاعت الطرق أصبحت 30 ألف كيلو النصيب الصعيد من هذه المشروعات كان نصيب الأسد بعد معانا فترات طويلة من التهميش وكانت المشروعات بس مركزة في المحافظات بتاعة وجه بحري النهاردة الصعيد في مشروع القومي للطرق أخذ الحقيقة العديد من المشروع وأخص منها محاور النيل تم إنشاء عدد كبير جدا من محاور النيل في الصعيد هي 14 محاور آه يا فانديم بالضبط كانت المسافات البينية بين المحاور 100 كيلو في بعض المحافظات طبعا 100 كيلو لك أنت تخيل المواطن لو عايز يعدي النيل بيمشي 50 كيلو يعدي وكان يرجع 50 كيلو تاني ده أقل شيء طبعا ده بوقت طويل جهد وقود تلوث بيئي حوادث حاجات كتير جدا جدا وكان البديل بتاعه المعديات التقليدية اللي كانت بتسبب أيضا حوالي السوفيات طبعا ده كان وضع لا يعليق بالدولة المصرية في الجمهورية الجديدة لذلك الدولة حطت لنفسها خطة لتقليل المسافات البينية إلى 25 كيلو بدلا من 100 كيلو وبالفعل هذه الخطة بدأ تنفذها وفي طريقنا إن شاء الله لإنهاء الخطة بالكامل بافتتاح هذه المشروعات المشروعات اللي تم تنفذها على النيل الحياة كتير جدا خليني يعني أذكر حتى أربع مشروعات في منتهى الأهمية جاهزين للإفتتاح على وشك إن شاء الله الإفتتاح أهمهم في أسوان ما يسمى محور كلبشة المحور يا جماعة علشان السيد المشاهدين يكونوا معانا متخيلين هو عبارة عن طريق بكل مشتملاته من كباري وأنفاء وأعمال صناعية تتطلبها الظروف بمعنى ترع مصارف أي مجاري مائية تطلب الوضع أن نعمل عمل صناعي علشان الطريق دو يتفادى المجرى المائي محور كلبشة على النيل العرضي بتاعه 21 متر مواقع 2 حارة في كل اتجاه يجتمل على عدد من الكبار والأنفاء والأعمال الصناعية وبتكلفة تصل إلى مليار وخمسين مليون جنيه قبل ما أكمل تفاصيل باقي المحور الجاهزة للإفتتاح حوضح الأستاذ المشاهدين ليه التكلفة بتاعة هذه المحور بتبقى إلى حد ما غالية نسبين وبنتكلم بمليارات طبعا تكلفة إنشاء محور يعني كباري على النيل صب خرصنات وعمل خوازي أساسات عميقة تحت مجرى النيل كل الكلام ده الكباري بتتكلف فلوس حاجة تانية هناك نزع ملكيات يعني المبالغ دي بتشمل التعويض للأهالي اللي تم نزع ملكيات بياخده تعويض عادل جدا هذا طبعا بيضاف لتكلفة المشروع أيضا هذه المشروعات بتمر في أماكن قد يكون نوعية الطربة اللي بننشئ عليها المحور غير صالحة للإنشاء وده بيتطلب مجهود كبير في إصلاح أو تحسين خواص هذه الطربة حتى يمكن إنشاء المحور عليه يعني بنتكلم في حاجات فعلا بتتكلف عشان المشاهد يبقى متخايد أعني بنتكلم فيه نرجع لورا شوية إلى محافظة إنا ونهك محور قوس إن شاء الله أيضا هو في الآخر جهز على الافتتاع هذا المحور أو هو وكلبشة ومحاور النيل كان زمان بنعمل المحور عن النيل زي مثلا المحاور اللي تعمل الزمان في التمانينات هناك مثلا محور رد الفرج الأديم هناك محور كبري فرسكور وإذا بنسميه كبري كان مجرد بنعد النيل بمسافة لا تعدى واحد كيلو حاجة بسيطة جدا نهاردة لا الفكرة تغير أصبح المحور ده بيربط بين أقصى الشرق طريق الصحراوي الشرقي وأقصى الغرب الصحراوي غرب النيل فمن شرق الغرب النيل المسافات البيانية مسافات طويلة تصل لعشرين كيلو أو تلاتين كيلو في بعض الأحيان طب ليه إحنا بنعمل المحاور بالطول ده كله وبنربط بين أقصى الشرق وأقصى الغرب الهدف من إنشاء المحاور ده حاجات كثيرة ذكرت شيء منها اللي هو نقل المواطنين والتقليل المسافات وأيضا تقليل زمن الانتقال وبالتالي تكلفة الانتقال على المواطن والحد من حوادث أيضا ربط الطريق الصحراوي شرق النيل بغرب النيل ده في منتهى الأهمية لأنه بينقل السكان من مناطق سكانهم للمناطق اللي فيها مشروعات سواء زراعية أو سماعية بيعمل تنمية في المنطقة دي بالضبط على سبيل المثال محاور أسوان اللي ذكرت بناها كلبشة وخلافه لخدمة مشروع الطاقة الشمسية العملاق المسمى بنبان على سبيل المثال أيضا محور خاصة اللي بنتكلم عنه دلوقتي هذا المحور بيخدم مناطق سياحية أثرية في منتهى الأهمية هذا المحور بيخدم كنائس جوامع معابد مناطق في منتهى الأهمية الأثرية كم من الصعوبة الوصول لها هذا المحور سهل فبالتالي هيبقى المنطقة فيها جهاز بسياح فده كله هيدخل لمصر إن شاء الله عملات أجنبية وبالتالي هيساعد الاتصال لو رجعنا شوية من هنا لغاية محافظة المينيا نلاقي محور سملوت على النيل أيضا المحور جاهز إن شاء الله قريبا يتم افتتاحه سملوت نفس الحكاية بينقل من طريق الصحراء وشرق النيل إلى الصحراء الغرب النيل بطول حوالي 23 كيلو والعرض 21 متر حرطين في كل اتجاه بتكلفة تصل إلى مليار و 875 مليون جنيه آخر محور ممكن نتكلم عنه أيضا جاهز هو محور عدل منصور في محافظة بنسويف هذا المحور هو محور قصير مش زي المحور التانية بيربط بين الطريق الكريمات شرق النيل إلى طريق بنسويف الفيوم غرب النيل وهو أنشئ لتخفيف الضغط عن كبر بنسويف القديم كبر بنسويف بقاله يعني عشرات السنين والضغط عليه أصبح كبير فلازم يكون هناك بديل آخر يخفف الضغط عن هذا المحور طيب دكتور طبعا بشكرك في البداية على هذا العرض التفصيلي لكل هذه المحور الجديدة طبعا اللي تم إنشأها في صعيد مصر لكن خلينا ننظر كده للصورة الكبيرة شفاية مصر بتعاني من زيادة في نسبة الموريد التعداد السكاني عندنا عالي في نفس المشكلة هذه المنطقة صعيد مصر تحديدا كان بيعاني من التهميش وكان بيعاني من أنه ما فيش استثمارات أصلا بتروح لصعيد مصر وعندنا الناحية الثانية دولة بتقول أنا بأنشئ قطاع كباري من أول وجديد طرق وكباري من الأول وكمان برفع كفاءة طرق بالفعل كانت موجودة وده بيبقى الأصعب بالمناسبة من إنشاء أصلا طرق وكباري جديدة فهي حد يقول طب إيه علاقة ده بدا يعني لأي مدى فكرة تطوير قطاع طرق ينعاكس على حل المشكلتين دول تمام عظيم سؤال جميل جدا طبعا الصعيد عانى من التهمش وأيضا عانى من البطالة نبنتكلم في مشروعات كثيفة العمالة كل محور من المحور دي الحقيقة بيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بالألاف وأصد يعني المباشرة طبعا معروف مين اللي بيشتغل في الكباري إذا كانت شركات مهندسين عمال فنيين إلى آخر وأيضا غير مباشرة الناس اللي بتعمل دعم لوجيستي الناس اللي بتقدم مثلا تغذية للناس اللي بتشتغل بتقدم مواصلات ونقل وسوئين فرص عمل غير مباشرة غير عادية دي نقطة النقطة التانية الدولة زينا بتنشئ محاوك وبتنشئ كباري أيضا بتنشئ مناطق صناعية ومشروعات استثمارية أنا ذكرت مشروع بسيط الطاقة الشمسية في بمبان أذكر أيضا المناطق الصناعية اللي أنشأت في كل مدن مصر وأذكر منها بانسوف والفيوم عندما كان أمدول صعيد يعني بانسوف هي صعيد فالمشروعات المناطق الصناعية في هذه المدن وهذه المحافظات هي أيضا مشروعات جاذبة للعمالة وطبعا بتحتاج فرص عمل للشباب في هذه المحافظات بشكل كبير الحقيقة أيضا عندي مشروعات أخرى تسمى المواني الجفة المواني الجفة دي هتنشأ في كل محافظات مصر ومنها في الصعيد سوهاج على سبيل المساعد ومواني السوف يعني المدن في الصعيد أو محافظات الصعيد أيضا محظوظة بهذا الجانب اللي يعتبر جاذب للعمالة وبيخدم فرص عمل غير قليلة فالحقيقة هي منظومة متكملة احنا بننسق المشروع لأهداف كتيرة بخلاف طبعا أهداف بعض أهداف أخرى زي الأمن القومي زي تأليل التلوث والأهم من كده يا فندم تأليل الحوادث طبعا لو كنا متابعين نسب ومعدنات الحوادث في السنوات الماضية لحد سنة 2017-2018 معدلات الحوادث بفضل الله هي بتقل بشكل كبير صحيح وطبعا معدلات الوفيات والإصابات بالتالي بقت أقل فكل دي أهداف اتحققت من خلال هذه المشروعات عشان المواطن يبقى فاهم ومتخيل الفلوس الكتيرة دي اللي بتتحط بتتحط ليه؟ مش بتتحط كده إلا بدراسات وأسباب وبالفعل بناخد منها أهداف وبنجني الثمار بتاعتها ربط كل المحافظات محافظة ليه تأثير كبير جدا على السلم المجتمعي ليه؟ لأنه الناس في كل المحافظات حاسين أن التنمية عندهم مش فقط موجودة زي زمان مثلا في المحافظات الكبرى ولا في واجه باحث زي ما حد كنت تذكر من شوية فأعتقد ده ليه انعكاساته على السلم المجتمعي زي ما كنا بنتكلم وانعكاساته كمان على مستوى معيشة المواطنين ويمكن كنا بنتكلم في البداية عن ربط المحافظات بعضها وبعض والطرق الداخلية كمان في كل محافظة تم الاهتمان به طيب ده شيء جميل السلم المجتمعي على شيء في منتهى الأهمية وأيضا مكافحة الإرهاب في منتهى الأهمية خلينا نقول حرارتك محافظة زي أسيوت محافظة أسيوت حاليا بيتم فيها أكتر من محور على النيل منهم على سبيل المثال محور ديروت ومحور منفلوت هذه المحاور يعني خلال نقول في المراحل النهائية قرب تخلص محاور دي الحقيقة يعني خلال نقول أسيوت كانت بتعتمد على محور ملاوي اللي في المينيا وكبر أسيوت صفر أدي إيه دفن؟ لا ده كتير وكان فيه كبر في أسيوت وفيه محور ملاوي محور ملاوي في المينيا أكتر من 150 كيلو مسافات بعيدة رايح جاي مسافات بعيدة جدا النهاردة أسيوت بتعمل فيها محور كبار لذكرتهم المحاور دي الحقيقة حتغير من حياة المواطن في أسيوت بشكل كبير جدا وخصوصا الناحية الأمنية وما يسمى السلم المجتمعي وخصوصا في الجبل الغربي في أسيوت على سبيل المثال يعني أسيوت محافظة الحقيقة طبيعتها أنها محصورة وما بين جبلين والجبال الطبيعة الجبلية دي قد تؤدي إلى أن الأمن هناك ما كانش بالكفاءة اللي احنا محتاجينها مشروعات النقل اللي نتكلم عنها والمحاور المهمة دي هتكون عامل أساسي في تحقيق أفضل قدر من السلم المجتمعي والأمان للمواطن في أسيوت طيب دكتور أخيرا يمكن احنا اتكلمنا على الجانب المجتمعي والانعكاس فكرة تنمية هذا القطاع تحديدا الجانب والهدف المجتمعي منها لكن فيه جانب أخر وهدف أخر وهدف جانب الاقتصادي فكرة حتى ربط المناطق الصحراوية المناطق الصناعية بالطريق الصحراوي بالسكك الحديدية تأثيره وانعكاسه إيه على الاستثمار وعلى الاقتصاد طبعا هو هذه المحاور وهذه المشروعات هي بتتم بشكل أساسي لخدمة الجانب الاقتصادي لخدمة مشروعات التنمية اللي شغالة دلوقتي ذكرت منها المناطق الصناعية اللي موجودة في كل المدن وذكرت منها خصوصا السعيد اللي بالفعل أصبح فيه مشروعات صناعية خلينا أقول بقى الحاجة الأهم السيدتي طبعا سمعت عن مشروع مستقبل مصر الزراعي هذا المشروع العملاق اللي بالفعل بينتج أمح وبينتج محاصيل مهمة هذا المشروع اللي بينتج المحاصيل دي لابد من وجود شبكة طرق قوية لنقل هذا الانتاج من مناطق الانتاج مثلا في الضبعة في توشكة في شبع العوينات في هذه المناطق البعيدة إلى مناطق الاستخدام أو مناطق إذا كان تصنيع فيما بعد ممكن نقول مناطق التصدير فهذه الطرق الحقيقة لخدمة المشروعات سواء زراعية صناعية خلينا نقول مجتمعات عمرانية جديدة ليمكن إنشاء المشروعات الضخمة دي إلا بوجود محاور الطرق اتكلمت على الجانب السياحي على المشروعات السياحية أيضا هناك أماكن سياحية لن تستطيع الوصول لها بسهولة إلا بوجود محاور طرق خلينا نتكلم على مشروع جاري تنفيذه أيضا في قرب الانتهاء منه اللي هو محور شمال الأقصر محور شمال الأقصر ده في منتهى الأهمية وجاري تنفيذه لأنه هو المحور ده اللي هيربط مدينة الأقصر من الشرق بالبر الغربي بالمنطقة اللي فيها واد الملوك واد الملكات والبر الغربي بقى بكل مجتملات وإحنا عرفينها كلها المزارات دي كان الوصول لها في الوقت الحالي الوصول لها مش أحسن حاجة تخيل حضرتك لما المحور ده حينزلنا مباشرة في البر الغربي قدام هذه المزارات السياحية فالمحور دي فهيسهل على الناس فهيشجعهم أكتر أن هم ييجوا خاصة السياحين الأجانب اللي بيوقتهم محدود وعايز يشوف كل المزارات في وقت قليل فإحنا لو رجعنا كل محور من دول فلسفة إنشاؤه أسباب إنشاؤه وليه تم اختيار هذا المكان وبيخدم كم مشروع وكم مواطن من هنا نقدر نحدد دراست الجدوى بتاعته إذا كان فعلا وكل الأسئلة اللي حضرتك ذكرتها في نهاية هذا اللقاء هي مهمة جدا لأي حد بيسأل إحنا ليه عملنا الطريق ده طب إحنا ليه عملنا كبار كتير طب إحنا ليه المحور ده عملنا ليه أعتقد أن الدكتور محمد أجاب بشيء من التفصيل عن أهمية هذه المحاور اللي بتربط شرق النيل بغرب النيل أهمية ربط شبكة طرق الكبير اللي عملتها الدولة خلال الفترة اللي فاتت اللي ربطت كل محافظات للصعيد بكل محافظات مصر التنمية اللي بشادة هذا القطاع مهمة جدا وليها نعكسات كتير جدا سواء على حياة المواطنين في التيسير عليهم أو على حركة التنمية والاستثمار نحن نشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد الصدق عوف أستاذ النقل والطرق ومدير مركز الاستشارات الهندسية بهندسة المطرية بجامعة حلوان شكرا جزيلا لك زورتني فتا